ورد إلينا هذا السؤال يقول أحدهم أدعو الله وتتأخر الإجابة فماذا أفعل؟ أقول وبالله التوفيق ومنه العون والمدد والسداد والرشد أن هذا السؤال مرتبط بموضوعنا موضوع الأناه تدعي ربنا وإنت عندك أناه تصلي بأناه وتأني تطلب العلم بتأني إياك من نقل الأخبار والشائعات بدون تثبت وبدون روية يبقى أربع حاجات عند الدعاء عند الصلاة عند طلب العلم عند ترديد الأخبار والشائعات ناخد بالنا هذه الصور التأني والأناه السؤال اللي معانا بقول لبادعي ربنا ولا يستجيب لي أي وادعي ربنا لكن الله سيستجيب لك في الوقت الذي يريده هو لا في الوقت الذي تريده أنت ودي حكمة من الحكمة العطائية يقول فيها سيد بن عطاء الله السكندري لا يكن تأخير أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجبا ليأسك فالله ضمن لك الخير فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريده ولا في الوقت الذي تريد أنت ربنا اللي اختار الوقت والزمان ربنا سبحانه وتعالى أمارك بالدعاء وعليه الإجابة والناس مع الدعاء أحوال ثلاثة إما أن تدعو الله فيستجيب لك في التو واللحظة وإما أن يؤخر لك الإجابة مدة زمنية وإما أن يدخر لك الإجابة ليعطيك بمثلها يوم القيامة يقول عبد يوم الإيامة يتمنى أن لو كان الله جل وعلا أخر له إجابة الدعاء إلى الآخرة يقول له أتذكر يوم كذا أتذكر أن دعوتني بكذا يقول العبد أذكر يا رب يقول أخرتها لك لأجزيك عليها اليوم يبقى الدعاء ربنا يؤخره أحيانا للعبد لأن الله يريد من العبد أن يلح عليه إن الله يحب العبد اللحوح سألوا الله وأنتم موقنون بالإجابة